اهلا بكم مجددا معكم نوريس عليم دون التعلم معنا وفي فيديو اليوم سنتعلم SQL Full Outer Join Keyword في كورس تعلم معي SQL لمدة 5 دقائق وفي فيديو اليوم سنقوم بتطبيق مثال حول كيفية عرض الاسماء الموظفين والطلبات التي طلبوها ونريد عرض كل شيء فمثلا اذا كان هناك اسم موظف معين اشترى طلب او لم يشترى اي طلب اريد عرض ذلك اذا قام اي كان هناك لدينا طلبات ولم يتم تزويد اسم الكاستومر او اسم العميل لهذه الطلبات فايضا اريد عرض ذلك اريد عرض كل شيء ففي حالة اريد عرض كل شيء اي بمعنى اريد عرض الجدول الاول والجدول الثاني كل شيء فعلي ان استخدم Full Outer Join فاذا هذا هو المثال طبعا لا اعرف لماذا لا يمكننا تطبيق هذا المثال ربما هناك مشكلة في النظام الخاص بهم حتى لا يمكننا تجربه بانفسنا لكن لاحظوا معي هنا ساشرح هذا المثال فقط فاذا هنا لدينا جدول الOrders في Order ID والCustomer ID وهنا لدينا جدول الCustomers في Customer ID و Customer Name فانا الان اريد ان اعرض من جدول الCustomers Customer Name عمود Customer Name ومن جدول الOrders اريد عرض Order ID وهذه المعلومات خذها من جدول customer وقم بضمها مع المعلومات الموجودة في جدول orders full outer join orders والشرط أن يكون customer adding جدول customer زاوي customer adding جدول orders وأرتب النتائج فالنتيجة كانت بهذا الشكل فمثلا لدينا هنا هذا المشترك أو هذا العميل لم يشتري أي شيء وظهر معنا فإذا هنا ظهر null هنا أيضا لدينا هذه الطلبات ولم يتم تزويد اسم العميل فيها فأيضا تم وضعها ولكن null لأن لا يوجد أي قيمة في هذا الحقل فإذا أردنا مثلا عرض هذا القسم فقط من الجدول عرض كل هذا القسم بدون عرض هذه القيم null الغير موجودة فيمكننا استخدام left join إذا أردنا عرض هذا القسم كله هنا فبدون قيم null فعلينا أن نستخدم right join إذا أردنا عرض القيم الجدول أو هنا النتائج أن تكون بدون أي تكون فقط نتائج التقاطع بين الجدول أو الجدول الثاني أي فقط الكاستومر الذي اشترى شيء أو الطلب الذي يوجد أو الطلبات التي اشتروها يوجد عملاء اشتروها فبالتالي سأستخدم inner join وإذا أردت عرض كل شيء فعلينا استخدم outer join أو full outer join فهنا يشرح عن هذا الشيء نفسه الذي قلته وهذا فقط لهذا الفيديو وفي الفيديو القادم سنتحدث حول self join وسنأخذ مثال حول ذلك وأتمنى أن هذا الفيديو كان مفيد وألقاكم لاحقا